السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية لسنة الرابعة سأترك لكم هذا النموذج جاهز اتباعها في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل بي دي اف إذن نقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة في الأسبوع الأول من عطلة الربيع قال لي والدي استعد يا بني للسفر معي غدا إلى الجنوب الشرقي لبلادنا قرب حدود ليبيا فاندهشت وقلت وماذا يوجد هناك يا أبتي قال توجد أشياء جميلة سأطلعك عليها عندما نصل ركبنا السيارة وانطلقنا نحو الجنوب الشرقي وبعد ساعات من السير متعنا خلالها أبصارنا بمناظر طبيعية متنوعة تسر الناظرين وصلنا إلى الطاصل فبدت لنا سخورها بلونها البني تعصرها زرقة السماء وكأنها منحوتات أبدعت في تشكيلها يد فنان إذن مع أسئلة الفهم قال اقترح عنوانا مناسبا للنص النص يتحدث عن رحلة إلى ماذا؟ رحلة إلى الجنوب الشرقي إلى الطاصل إذن نقول رحلة إلى الطاصل أو نقول رحلة إلى الجنوب الشرقي إذن رحلة إلى الطاصل ماذا طلب الوالد من ولده؟ إذن في بداية النص قال لي والدي استعد يا بني للسفر معي غدا إلى الجنوب الشرقي إذن طلب منه طلب الوالد إذن طلب الوالد من ولده الاستعداد الاستعداد للسفر للسفر معه إلى الجنوب الشرقي ثم قال استخرج من النص مرادف كلمة تعجبت وضد كلمة الغربي إذن مرادف كلمة تعجبت نجد في النص قرب حدود ليبيا فاندهشت أي فتعجبت إذن مرادف تعجبت وهي اندهشت ضد كلمة الغربي ضد الغرب وهو شرق ضد الغربي وهي الشرقي نحو الجنوب الشرقي إذن ضد الغربي وهي الشرقي الآن قال أسئلة اللغة أعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص نجد إلى الجنوب الشرقي أيضا الجملة الثانية تسر الناظري إذن نبدأ بالجملة الأولى إلى الجنوب الشرقي إذن إلى الجنوب الشرقي إذن إلى هي حرف جر قلنا دائما بعد حرف الجر الاسم الذي بعدها هو اسم مجرور إذن يعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة هل هي ظاهرة نعم هي ظاهرة الكسرة الظاهرة على آخره الشرقي إذن الشرقي نلاحظ أنها جاءت مشابهة للكلمة التي قبلها الجنوب جاءت مجرورة أيضا الشرقي جاءت مجرورة الجنوب جاءت معرفة بالألف ولام أيضا الشرقي معرفة بالألف ولام الجنوب جاءت مفرد أيضا الشرقي مفرد إذن هنا نقول أن الشرقي هي صفة صفة مجرورة إذن صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره إذن هذه هي الإعراب للجملة الأولى الآن مع الجملة الثانية قال تسر الناظرين إذن تسر الناظرين إذن تسر هي فعل فعل كيف فعل ماضي أم فعل مضارع في الماضي نقول سرت في المضارع نقول تسر إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره تسر الناظرين إذن ما هو الشيء الذي يسر ناظرين إذن هي المناظر الطبيعية إذن تسر هو فعل المناظر الطبيعية وهي الفاعل الناظرين مفعول به إذن هو الذي وقع عليه الفعل مفعول به منصوب لأن المفعول به دائما يكون منصوبا إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه هل هي الفتحة؟ لا بل هي الياء وعلامة نصبه الياء لأنه جمع سالم لأنه جمع مذكر سالم نفهم؟ الآن مع الجزء الثاني قال استخرج من النص ما يلي فعل معتل من الحروف به ألف لينة مضاف إليه وحرف جر إذن قلنا فعل معتل هو الفعل الذي أحد حروفه حرف علة وهي الواو أو الألف أو الياء إذن هذه هي أحد حروف العلة بشرط أن نحول الفعل في الماضي مع الضمير هو مثال الذين يكتبوا إذن يوجد فيها حرف علة وهو الياء لكن عندما نقول هو في الماضي هو كتب إذن هذه الياء ليست أصلية إذن كتب ليس به أحد حروف العلة إذن هو ليس فعل معتل إذن نبحث عن فعل معتل إذن لدينا قال قال نقول هو قال إذن فيه حرف القاف فيه حرف الألف إذن حرف الألف هنا حرف علة إذن قال هو فعل معتل معتل الوسط قال من الحروف به ألف لينة قلنا تكتبوا الألف اللينة في الحروف طويلة بهذا الشكل في كل الحروف مثل ما إذا يا وتكتب مقصورة في أربعة حروف فقط وهي إلى حتى بلى وعلى إذن هذه الحروف التي تكتب ألف مقصورة إذن هذه هي الألف اللينة إذن نبحث عن ألف لينة في الحروف نجد يا استعد يا بني إذن يا هي من الحروف بها ألف طويلة ثم قلنا مضاف إليه قلنا المضاف إليه هو اسم مجرور ومعرف بالألف ولا والاسم الذي قبله وهو اسم نكرة نبحث في النص نجد من عطلة الربيع من عطلة الربيع إذن الربيع جاء معرف بالألف ولا أيضا جاءت مجرورة والكلمة التي قبلها جاءت نكرة إذن الربيع وهي مضاف إليه الربيع مضاف إليه حروف جر نبدأ بأول كلمة في النص وهي في إذن فيه هي حرف جر الآن قال علل سبب كتابة الألف اللينة في الفعل دنة إذن قلنا الفعل دنة جاءت الألف فيه كيف؟ جاءت ممدودة إذن نقول كتبتي كتبتي الألف في الفعل دنة كتبت ممدودة كتبتي الألف ممدودة لماذا؟ لأن أصل الألف أصل الألف واو إذن الفعل هو دنة عندما نحوله إلى المضافع نقول يدنو إذن كتبت الألف في الفعل دنة ممدودة لأن أصل الألف لأن أصل الألف واو دنة يدنو الآن مع الوضعية الإذماجية قال صف في فقرة من إنشائك منطقة أو معلما أثريا زرته أو قرأت عنه إذن نتحدث عن منطقة أو معلم أثري قمنا بزياراته أو بالقراءة عنه مثال نتحدث عن ولاية قسنطينة أو بما تسمى عاصمة الجسور المعلقة إذن في بداية المقدمة نقول في عطلة الشتاء زرنا أنا وعائلتي مدينة قسنطينة والملقبة بعاصمة الجسور المعلقة عندما دخلنا المدينة بدت لنا ككتلة سخرية تربط بين تجمعاتها جسور معلقة ونحن نعبر أحد الجسور شعرنا بأنها تتحرك خفت كثيرا لكن أبي طمأنني قائلا إنها صامدة منذ مئات سنين ويلقبها السكان بالغانترا في الخاتمة نقول إنها مدينة جميلة جدا أتمنى زيارتها مرة أخرى إذن هذا هو التعبير نكتب في عطلة الشتاء زرت أنا وعائلتي مدينة قسنطينة والملقبة بعاصمة الجسور المعلقة عندما دخلنا المدينة بدت لنا ككتلة سخرية تربط بين تجمعاتها جسور معلقة ونحن نعبر فيها شعرنا بأنها تتحرك خفت كثيرا لكن أبي طمأنني قائلا إنها صامدة منذ مئات السنين ويلقبها السكان بالغانترا إنها مدينة جميلة جدا أتمنى زيارتها مرة أخرى إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينها اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة